كان لما اعتقل كان سفير محمد سباغ رحمه الله سمعت انه توفى في ديسمبر الماضي رحمه الله روالي في 92 قال لي انه كان هو معتقل في البرواجية مع عباسي مدني قال لما يجو الفرنسيس يعطونا دقيقة يقول لك تتعرى وفي دقيقة اللي ما يتعراش يبدو يضربو فيه بالليتويو يعني بالكاويتشو بالبلاستيك هذاك القاسح هذاك بالمياه واللي يدي ضربه وكأنه تضرب الحديد يعني تويو فيه الماء وتخيل ضرباً تاو قال كنا احنا نتعرّوه في ضرب 30 ثانية إلا عباسي مدني يتم يأخل في الضرب حتى يتغاشا كي يتغاشا يخلوها لأنهما الهدف هي الإذلال الإهانة لكن هو كان يرفضني نحويش هذه رواية سمعتها مباشرة ولعل آخرين سمعوها من عند المجاهد محمد سباغ اللي يومها قاد السفينة الثانية اللي كانت مليئة بالأسلحة واللي كانت جايها من مصر واعتقلوها الفرنسيس وكان هو يقودها السفينة الأولى كان فيها بومدين مرت قابلهم بأشهر والسفينة الثانية اعتقل فيها ووضعها في البرواقية عباسي مدني سجن 24 سنة منها سبع سنوات ونص أيام الاستعمار و16 سنة في زمن الاستقلال وعودة إلى طالب العبد الرحمن أخوانا الطلبة هذا كان طالب كان متفوق وكان ممكن أن يعيش حياة لبس بها ويتعامل حتى مع الاستعمار لكنه فضل أن يقاتل وأن يعدم على أن يعيش عيشة الذل وعيدة الاستعمار لما جاء الإمام الفرنسيين كانوا لما يجوا يعدموا واحد كم يدروا مع المسيحيين كم يدروا إذا كان مسيحي يبعث له قسيس إذا كان مسلم يبعث له إمام فلما جاء الإمام باش يقرع لي الفاتحة ويدل له الدعاء ويقول له باش ما تخافش قال له يا إمام روح طلع مع الخاوة الجبل يا سيدي الإمام روح طلع مع الخاوة الجبل هذه اللي أنا نصحك بها ما تدري ولا شيء فراني رايح عند اللذي لا يظلم عنده أحد راني رايح عند اللي ما يظلمش عنده ولا واحد الرواية تذكر أساسا أنه قال له يا إمام روح طلع مع أخوتك الجبل روح مع المجاهدين وروح حرر البلاد إذا كانت البلاد تحررت كأرض فإنها لم يتحرر كإنسان والأرض رايح في اللعبة الأرض رايح في اللعبة